خلونا نبتدي حلقتنا النهاردة زي ما احنا متعودين كل يوم بنبتدي بالصحافة المنشورة في الجرائد النهاردة يوم 27 ثلاثة 2012 بيشرفنا يكون معانا للتعليق على الأخبار أستاذ أسام عبد العزيز ناب رئيسة حقيق الأهرام نهارك سعيد يا فاند نهارك سعيد يا عيد خلونا نبتدي نستعرض للسيد المشاهدين الأخبار اللي احنا اخترناها النهاردة سريعا من الأهرام الاحتجاجات والانسحابات تهدد شرعية اللجنة التأسيسية للدستور تختار اليوم مرشحها للرئاسة بين الشاطر ومرسي والكتاتني الشروق اخوان تونس بيقولوا الإسلام ليس المصدر الرئيسي للتشريع المصر اليوم الليلة الاولى الاعتصام الألترس خمسين خيمة وطلاب يستعدون للمتحانات على الأسفلت ده الاعتصام التاني يعني الأهرام قتيل في صراع على الوقود وضبط واحد واربعة من عشر مليون لتر سولار وبنزين وأخيرا من الأخبار التقرير النهائي للجنة جرد 36 قصرا رئاسيا لا يوجد عجز والمجوهرات في أماكنها نبتزي بالأهرام بقى احتجاجات والانسحابات بتهدد شرعية لجنة سياغة الدستور والنهاردة وانا جاي عمالة أسمع تقريبا يعني العشر كراسي اللي كانوا غير الإخوان هم اللي انسحبوا كلهم تقريبا هو طبعا ده أخطر موضوع النهاردة مسيطر على الميديا في مصر وتقريبا كل الأوساط المهتمة بما يجري على الساحة المصرية أو في المشهد السياسي المصري لجنة تأسيس الدستور اللي تم اختيارها أو انتخابها من قبل البرلمان وفيها مئة عضو إلى جانب قائمة احتياطية صحيح إنه التيار الديني بيقول إنهنا يعني تشكلنا أو عددنا فيها لا يزيد عن 48% إلا إنه دي خديعة كبرى عددهم لا يقل عن 75% لإنه هما تم اختيار بالتحديد 50 عضو من أعضاء حزبي الحرية والعدلة والنور ومجنوعة أخرى لا يتقل عددهم عن 25% من المنتمين محسوبين على الطيارات الإسلام السياسية طيار ديني أو الإسلام السياسي نحن أمام مأزق حقيقي النهاردة إن لم يحسم في تصوري إنه البلاد دخل على مرحلة من مراحل تكسير العظام بين الطيارات الدينية والقوى السياسية الأخرى وتحديدا الليبرالية والسورية ومن المنتظر أن يكون الحكومة أيضا طرف وكذلك المجلس العسكري أنا طبعا يعني عجبني جدا النهاردة معلش عيدة يعني عجبني جدا النهاردة عدد من المقالات الصحفية اللي علاقت على الأمر ده وخص بالذكر الدكتور علاء الإسواني النهاردة في المصري اليوم تحت عنوان لكم دستوركم ولنا الصورة كتب يعني تعليق من أجمل ما يمكن ولفت النظر إلى قرار أو حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم 17 ديسمبر 94 برئاسة المستشار المعروف طبعا رحمه الله عوض المر المحكمة وقتها أصدرت حكمه قالت فيه بالنص أن الوثيقة الدستورية بتخلق مؤسسات الدولة بما فيها مجلس الدولة والحكومة وبتقرر مسؤوليتها والقواعد اللي بتحكمها وبالتالي لا يجوز السلطة هي من خلق الدستور أن تخلق الدستور يعني المفروض أنه الدستور ده بيتعمل عشان يضع الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لكن للأسف يعني النهاردة هيكون أنا فخرة خاصة طبعا عن الدستور وهيكون معنا طبعا نقابل البرلماني أستاذ مصطفى الجندي هنتكلم في الموضوع باستفادة بس أنا هايزة عرف فوقت نظر حضرتك قال حدك متوقع يعني أكم معارك دخلتها الطائرات الليبرالية يعني هقول ليبرالية مجازة بكل تفاصيلها يعني لها غير الإسلام السياسي ومش عايزة أقول خسرت بس يعني كان في الآخر بيحصل أنه بيتم الحجد تجاه ما يريد الإسلام السياسي وفي الآخر المعركة بتعدي بندخل في معركة تانية بداية من الدستور أولا لأن الانتخابات أولا خلصنا ده طب الرئيس أولا ولا الدستور أولا لا الدستور يعني لا أنا عايزة أقولك حاليا المعركة دي حضرتك شايف أنه موقف الإسلام الليبراليين إيه؟ أنا توقعي توقعي أنه التيار الديني هينهازم في هذه المعركة التيارات الليبرالية والقوى السورية اللي اختفت على مدار الخمس شهور الأخيرة اللي اختفت لأنه حصل بينهم خلافات وتشعبت الرؤى ويعني بعد المغانم ربما تكون قد وصلت إلى هذه القوى أدت إلى اختفاؤهم من المشهد السياسي وتركوا الساحة بالكامل للطيار الديني اللي بيعتبر نفسه منتخب من قبل الشعب هذا الأمر حقيقي أنه الشعب انتخب هذا الطيار من مشكلة وله كامل الحق في هذا الأمر هذه الجزية أعطت إحساس عايزة أقول بعدم التفاؤل لدى القوى الليبرالية في حبات كده معادي كده في الأجول وبالتالي اختفوا من المشهد لكن هذه المرة لو طلعنا الميديا سواء مقروء أو مسموع أو مكتوب أو رأي الناس في الشارع تجدي أنه هناك اتفاق أو شيء باتفاق قد إنا محددين على أنه الطيارات الدينية أو الطيار الديني بدأ يلعب السياسة ويعني يحاول بقدر إمكان أنه يقتنس الفرصة ويكون هو بديل الحزب الوطني من جديد الحزب الوطني المنحل طبعا لأنه هما قالوا إحنا هنترشح على 30% في مقاعد البرلمان وصلت النسبة 70% هما قالوا إحنا مش هنرشح بس 70 ده مجمع يعني أخوان ونور يعني ثلاثمين لا التيار اللي هو الحرية والعدالة والنور والنور يعني يعني هو كلها تيارة دينية أكل لا بس أصدر هما كان رموين تلاتين لوحدهم يعني فيها شكل لا ما هو برضو النور لعادة مش كبير مش كبير حق وعشرين في المين أي إن كان يعني عايز أقول لحزبتك أنه هما برضو يعني هي لعبة سياسة معروف أنه هي لعبة مداهنات ولعبة تحقيق المكسب أو المصلحة هما قالوا مش هندخل الانتخابات الرئاسة أنا ده أنا عايزة نلبع الخبر التالت وده من الأخبار الإخوان تختار اليوم مرشح الرئاسة ما بين الشاطر وهو مرسي والكتب الجماعة اليوم بتعقد مؤتمر مغلق لتحديد اسم المرشح اللي هي مثلها في انتخابات الرئاسة طبعا كان ترح اسم خائرة الشاطر في الفترة الماضية لكن هناك عوائق ديستورية قد لا تمكنه من الدخول وبالتالي انحصر القيارات على كل من زعيم حزب الحرية والعدالة أو رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني وأخيرا يقال انه دكتور اصام الاريان القياد البارز في الجماعة لفرصة كبيرة في انه اسمه يكون مطروح آيا كان العايز نوصل لي انه هذا الأمر من الأمور طبعا هو حقهم من الرشعه بس نفسنا مرة الطيار الديني يقول حاجة ويعود يفكر فيه لا اللي بيفكر فيه يعني ما وراء النوافذ أو في داخل الغرف المغلقة يكون هو لكنها لعبة السياسة طبعا عن تسؤال بدائي شوية طبعا هم مش كانوا بعيدا عننا هلرشح مين واننا موافقة دكتور عبدنا مبفتوح مش هو كانت فاصل عشان هلرشح نفسه طبعا ما الاولى يخلوهم معايا ولا ايه ولا دي برضو لعبة مكملة ولا انا ممتش فهم لا لا مش لعبة مكملة هو في خلاف واضح جدا ادى الى انقسام شباب الاخوان بالتحديد طبعا بيؤيدوا الدكتور عبد منم ابو فتوح طبعا يعني اي فصيل سياسي بتجد فيه منازعات ما بين القوة بس ده بعد فصله بعد فصله علشان كان عايز يرشح نفسه بس ضبط كده لانه طبعا هناك شورى الجماعة ده امر يعني متفقة ليه ومعروف فيه الادبيات بتاعت الجماعة انه محدش يخرج عن الافكار ما هم هو هيا يخرج هو عن الافكار اللي اعلنوها دلوقتي بتحديد عن افكارهم لا هم المعلن انه شورى الجماعة تقرر وعلى الباقي الصع هذا هو الامر وبالتالي الدكتور عبد منم فتوح السياسي البارز اللي ليه مواقف طبعا محدش يقدر ينكرها لما قرر او فكر انه هو ياخده القرار مم فردا هذا هو كسر القرار بالزبط طب احنا وقتنا بيخلص فانعايزة نختار خبرين تحب نتكلم عن الاعتصام ولا نتكلم عن الوقود ولا نتكلم على ايه طبعا اهم الاتنين الوقود بالتحديد والابرس طبعا لانه دي كارثة من قد ديل في سراع على الوقود وضبط 14 مليون 14 مليون لتر سولار وبنزين وزي ممكن واحد يسرق بنزين عشان نفسي عامل كده يعني دي سهل هاك ممكن تقولي الطريقة هشوف العصابات الاول سهل يعني بنادخل بنزينة واخد مليون مليون لتر سولار لا لا بتتجمع لا طبعا دي مافيا مافيا موجودة لكنه عايز اقول لحضرك حاجة بس هذه القاء تهم من الاخوة في وزارة الداخلية ومن الحكومة اللي فشل في النية تتنبأ اولا بانه هيبقى فيه مشكلة في السولار فتلقي الاتهامات جزافا على بعض من مش عايزة اقول المجرمين انما محترفي الازمات يعني بيصل ازمة اللي بيقدروا يستثمروا من هذه الازمات عندهم قدرة على التنبأ اكتر بكتير من الحكومة فبيجهزوا نفسهم انه هم يستخدموا هذه الازمة وازاي يستفيدوا منها وده اللي حصل انما ازمة السولار واحنا في القرن يعني اه هنقولي ده حاجة تكسب دي حكومة مع احترامي وتقديري لدكتور كمال الجنزوري واعضاء حكومته والاخ عبدالله غراب وزير البترول يعني الناس دي بتفكر ازاي بتشغل ازاي هل يؤقل انه قاهرة في سنة 2012 يبقى منظر الشوارع بهذا الشكل وفي قتيل ده قتيل ده جديد ده ده تاني قتيل القتيل ده بتاع شرع الجيش في زفتة يصيب بطلق ناري في صدره في دعام المحطة انه مش عارف يستوعب الناس ومش عارف يقابلهم ازاي والطوابير يعني بامانة شديدة هذه الازمة كانت يجب بقى ان تقيل الحكومة وليس ما يطلبه الاخوان او الجماعة انه على حكومة الجنزوري ان هي تقال اه يا دي دي الوحدي اكم حاجات كانت تستدعي اقارة الحكومة كسير جدا بس دي ازمة بس دي ازمة يعني مع تعديل وتمويل اجنبي مش ازمة والقتل بتاع فورسعيد مش ازمة لا لسه التمويل لاجنبي النهارده طبعا فيه عموميتين للقضاء اليوم انا عندنا فتنة في القضاء نتمنى نتمنى ان هي بالفعل توقف وان هي ما تستنزبش الحصن الحصين الاخير في هذا البلد انا قبل ما نمشي عايز اسأل حتك برضو عن اعتصام الالترس يعني لانه حتى قاني خمسين خيمة الشباب يعني زي الورد انا بصراحة ايني عديت كده محترمين قواعد قواعد صاربة في الدخول والخروج مش نويين ان يحصل شغب وطبعا فيها اعتصام تاني وده النص التاني من الخبر فيها اعتصام تاني في جامعة القاهرة عشان لاحي التسعب لاحي التطلاب يعني اقول لها حتك حاجة الالترس اهلاوي مع تقديرنا شديد دي انه هزي المرة يعني او كل مرة بس المرة دي كان بيعبر بطريقة فيها نوع من انواع احترام الشارع بشكل لائق جدا لم يتجي الى التخريب اتجمع او اتجمهر امام مجلسي الشعب ومجلس الوزراء وبالخيام اللي وصل على ده زي ما حدثت كنت الخمسين وبيستعدوا للامتحانات على الاسفل وبينتظروا بس بعد المطالب المطالب الجنائي وليست مطالب اخرى وابرزها بالتحديد القصاص مما حدث من القتلة في ملعب استاذ بورسعيد وليس من جماهير بورسعيد صحيح انا اهلاو ده يعني انتمائي كده لكن ده مش معناه ان انا اجرم كل مدينة بورسعيد او كل جماهير بورسعيد بعد الجماهير في بورسعيد تستحق الاقاب النادي المصري يستحق الهبوط يستحق الهبوط الجماهير النادي المصري يجب ان تحترم لوائح اللعبة الدولية وعلينا ان امتسل للقانون واللواية اذا ما حصلش امتسال هيحصل فوضى واتمنى ان هي ما تكررش باشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ قسام عبدالعزيز ناب الرئيس تحيير الاهرام مرسي على وجودك معنا شكرا شكرا لست مكملين فقراتنا او دي كانت اول فقر يعني خلون نبتدي بقية فقراتنا يعني بعد الفاصل اللي جاي خليكم معنا